أهلا بكم معنا مرة تانية في التاسعة ولازلنا معاكم من سورو سكوير برنامج التاسعة في تغطية خاصة أو حلقات خاصة من شرم الشيخ عن منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة عشرين اتنين وعشرين أنا استأذنكم الأول هنشوف جانب من كلمة رئيس الجمهورية في المؤتمر أو في المنتدى النهاردة من جلاسكو إلى شرم الشيخ ونرجع نرحب ضيوفنا ونبدأ الكلام احنا بنقول ان فيه ثمان سنين قادبين اللي بقوله ده مش معناه ان احنا كمسئولين كمهتمين حتى كمستمعين ان ما فيش خطر لكن لازم تتأكدوا منه ان الخطر ده حيتم مجابيته وحيتم التعامل معه مجابيته والتعامل معه زي ما قلت كده من الجميع بشكل وباخر لانه في جواه فرصة تصوروا احنا فيه كم مليون سيارة في العالم اتصور مئات الملايين في العالم كله تصوروا في خلال الثامن سنين دول حجم السيارات الكهربائية اللي ممكن تطلع او على الاقل الغاز والكهرباء ممكن تبقى دي ايه عشرة في المية عشين في المية تلاتين في المية هي دي الفرصة هي دي الفرصة اللي حتوفرها هتعمل احلال حجم ضخم جدا من السيارات اللي بتستخدم يعني الطاقة الاحفرية سواء كان سولار او او بنزين يتحول الى غاز او كهرباء احنا في مصر كنا شايفين ده زي ما كل الناس كانت شايفها بس اتحركنا اتحركنا فيه بسرعة كبيرة جدا جدا انا بتكلم عن السيارات ومن خمس سنين كنا بنتكلم مع شركات السيارات ان احنا مستعدين هنا في مصر يكون لنا اشراكة مع الشركات دي لإقامة صناعة سيارات كهربائية في مصر وابتديني نعمل مش حنعمل ابتديني نعمل مبادرات لإحلال السيارات الاولا بالغاز ثم عندما يتوفر لنا صناعة السيارات الكهربائية اللي زي ما قال دولة الرئيس ان ان شاء الله اعتبارا من 2023 حيكون اول سيارة كهربائية مصرية تم انتاجها